مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في شهوات دار الباشا الاقتراح دينا لهذا اليوم حبابي حبابتي سيكون دائما في إطار سلسلة القوتي والفطر واليوم عندنا بريوش خطير خطر جدا البنات هو بريوش بالبنانة والنوتيلا خبيز كيجي مفشفش لديد وكتر من هادشي اقتصادي وعدنا عندنا واحد الكيكا ليهي الكيكا دي المحلبات حتى هي اقتصادية ولكن المضاق البنات رائع جدا خصوصا واحد تقرميشة ديال شوكولا غيش مع لدة ديال النوتيلا هنا نوتيلا انا شريتها ولكن ممكن انني نزليكم الوصفة ديالها حتى هي كتجي خطيرة جدا الى بغيتوها خليوها ليه غير في الكومنتيه وانا معاكم نبدو على بركتي الله بالنسبة للمقادر ديال البريوش نحتاجو فيه واحد المئة وعشرين ميل لدخ ديال الحليب دافي نستعليه تمانية جرام ديال خميرة الفورية واحد سبعين جرام ديال السانيدة حركته شوية وغادي نخليه يخمر بعد ما كيختامر لنا هاد الخليط هادا ديال الحليب والخميرة وسانيدة غادي نزيد عليه سبعين جرام ديال كريمة ديال الطبخ انا هنا درتها حلوة البنات الي عندكم كريمة ديال الطبخ ديروها ديرو نسوسة حتى هيك جيم زيانة غادي نزيد عليه جوج ديال البيضات واينا كنحرك هاد المقادر هادور هم ساهلين غير تبعوهم على لاتخ غادا جيكم واحد الخبيزة معتبارة هاد الوصفة البنات راها بريوش غيوس يهو وصفة روسية ولي روس كام لين معروفين بالخبز والبريوش والبين والكابكيك اكس تاها الوصفة البنات ربعمية جرام ديال الفورس غادي نزيد شوية ديال مليحة وغادي نعطيها لتليك ما غاديش ندلكها بزاف حل دليك ديالنا اللي كنديروه الخبز المغريبي التقليدي غادي نجمع الخالات وغادي ان شاء الله هنتو ما غادي تشوفوا القوام ديال العجينة كيفاش كيكون المقادر اللي عطيتكم راها مضبوطين كنديرو الخالات الأول وتنخليه تيخمر وتنجمع الخالات الثاني كنجمعوه بدينا هاد الخبيزة البنات را ما تفوتش معاكم عشرة ديال ديال الدقيق في في الخدمة ديالها غير هي كتاخد الوقت غير في الخميرة حين تكتخمر جوش حتى الثلاثة ديال مرات تنجمع الخبيزة ديالنا ولل بريوش كنخليوها ترتاح واحد عشرين دقيقة في واحد المكان كيكون دافئ شوية البنات لاتكس تيخ ديالها را كتجيز وين البنات ممكن انكم تديروها خبيزة وحدة عائلية وممكن انكم تديروها خبيزة صغار بحل القريصات وتخدموا بنفس الطريقة اللي غادين تشوفوها قدامكم تخدموا بيها هادا هو دليك الليدرت لها البنات مزتاج شي حاجة غير تدي توجبتها شوية فيديا صافيو هادين خليها تخمر ورجعو نكملو المقادر دافا غادين نمشي ونشوفو لابات ديالنا من بعد ما خمرت لنا عشرين دقيقة ممكن انكم تخليوها كتر ولكن بحكم ان الوقت ما كيسمحشو ان ظروف ديال العامل من الخدمة وخاصات توكلي لوليدات شوية بكري دونك عشرين دقيقة سوفي زنت وممكن انكم تسخنو الفران وطفيو ودخلو هالي هرا بالزربة تطلع هنا غادين نقادها في هاد المول على شكل خبيزة وغادين رجع رجعها عود ثاني تخمر لنا واحد عشرين دقيقة واحد اخرى وعود ثاني في مكان دافئ هاد الخبيزة ولا هاد البريوش هرا ساهل بزاف غير هو تياخد تقريبا خمسين دقيقة ديال التخمر درنا المرة اللولى الخالات ديال الحليب والخميرة وسانيدة وخليناها خمرات عشرين دقيقة والمرة الثانية زدنا عليها الدقيقة والكريمة والبيض وهذا الشيء وخليناها خمرات عشرين دقيقة ودابا غادي نقادوها ونخليوها عود ثاني تخمر عشرين دقيقة نتمنى البنات اناني نكون كنشرح مزيان بعد ما خمرات لنا الخبيزة ديالنا وللبريوش ديالنا غادي نمشيو نقطعو واحد البانانا ولا جوج وغادي ندخلوها بالصباح ديالنا ونحاولو نغرقوها مزيان هنا ما كاتبانش لكم غادي أنا غادي نحاول نوريها لكم زيان غادي نشدو البانانا تحطو طريف غا تقطعو البانانا طريفات وكل طريف تحاولو تدخلو وسط العجينة وغادي ناخدو واحد شوية ديالشكلات انا هنا عندي نوتيلا انتو ميل عندكم الشكلات العادي ممكن انكم تديروه ممكن انكم تديرو غير هادك الشكلات اللي كيتباع عند ملحانوت غير بجوج فرانك كتشريه وكتحطي تقسميه وتحطي تحطي الوليدات رهم هاد الخبيزة كتجيزوينة وكيحق ماقوا عليها الكبار والصغار المهم انا كملت دابا درت شكلات ديالي ودرت البانان وغادي ان شاء الله هندخلها الفران غادي نديرليها طياب ديال الكيك غادي نقص عليها البوطة ونخليها الطيب تقريبا كتاخد من خمس وعشرين دقيقة حتى ربعين دقيقة ودابا البنات باش منضيعوش الوقت ديالنا ندوزن وجدو القصير حتاني ثلاثة ديال البيضات مية وثلاثين جرام ديال ساني دا نطربوهم زدنا عليهم سبعين ملالاتر ديال الزيت وغادي نسيد عليهم خمارة غير نتوما ما يديروش بحالي غربلوها البنات اي حاجة تغربل زدنا عليها واحد تقريبا ميتين جرام ديال بقيق وانا البنات موصيكم اللايك ترخيركم شريوا الميزان شريوا الميزان را غادي سهل عليكم الحياة راية سبعين درهم خمس وستين درهم وغادي تعيشي العمر كله مرتاحة هناك نخلط شوية غادي نزيد عليها واحد سبعين جرام ديال الشوكولات المهم حفينا ديال الشوكولات انا هنا درت شوكولات غيش ممكن انكم ديرو غير لبيبيت ديال الشوكولات ممكن انكم ديرو شوكولات عادي تقسموها طريفات المهم بنادم كي يخدم بالموجود هنا غادي نصب الخليطة ديالي واحدة هو غادي نزيد عليه شوية ديال نوتيلا انا والله العظيم يلي حلفت القرعة اللي دخل نخدم بيها كانت بقاليا البنات في الدار كي ولي ودراري كي ياكلو الشوكولات بالمعلقة وما غاياكلوه بالمعلقة الله هما نديرو اليومانا في ملقة شي وصفة في هالشوكولات ممكن انكمل اليومانا القرعة والبنات هاد لغوسات هادو را دي غوسات غيوس البريوش راه روسي وهاد الكيكة راه روسية على ذكر الكيكة الروسية والبريوش روسي كان وقع لدينا واحد النهار واحد النكتة وقعت واحد السيدة خدمة معي والله تغنعو ذلك وانا كان صوب نتحت اسمعاكم شوية واحد البنت كانت تخدمة معي صوبة صوبة بغرير ورجلها قرر بيدخل هي وصلت قبل منو ورجلها قرر بيدخل المهم صوبة ذلك البغرير ويجيها معمش اعطي جاهم عيني مسدودين مني جا الراجل شافو مال قاسمت قوليه قيلها ميلد البغرير قلت لي هرا بغرير توركي هو يقوليها اه لا لا ما تبقيش ديرينا البغرير توركي ديرينا البغرير مغربي وتانتوا ما البنات الى مصد قدش لكم ما دلي غوسات راهم دي الروسية لان بنا سيكمسات معاكم والله تال بريوش روسي وراكي يصدقوا يا عر خاطير غات تبعوني انا وتشوفو فين غات توليونتو ما واداك ديك الكوزينة عدكم هالرواسة هالاتراك المهم احنا كل شي نجربوه وكل شي نديروه مالهن باش فيتينه حنايا احنا نتقاو عهلا المحراش وتال محراش رازين المهم إذا لم أعجبكم هذا البريوش الروسي وهذا الكيكة المحلوبة نضيف المحراش بالنفارة وكي جغزال وكنصر عوالبنات هنا عود ثاني هنا ومن قلانة هالبريوش خرجناه سنزيد عليها البنات وحتى قريبا وحتى سبعين ملالاتر أكثر تليكم بها سبعين ملالاتر ديال الكريمة لما عندوش البنات الكريمة ممكن أنه يدير نص كس ديال الحليب غير باش يفزق شوية ولا تديرو سيرو عشو السيرو كي كنصوبوه كديرو تقريبا ديرو انتو ميا قد لمقد السكار وطبخوهم زيان عصروا عليه حوامضة ولا عصروا شوية ديال 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 الليمون تهو كي جزوين مع البانان كي جغزال وليديرو غير ساني دو قول ما إلا ما عندكمش الحليب ولا ما عندكمش هاد الكريمة ديخدمو بها هنا غدي نخليها أنا واحد عشرين دقيقة عاو الثاني ترتاح ولكن بيني وبينكم ملقات العشرين دقيقة الأولو هاديك الساعة كلوها الدراري هان تومق لعرصة ديالنا اوكي جازكم دكش يزوين ياك والله تزوينها لبنا سغينتو مكلوها سخونة أنا را عندي واحد لولاد ما شاء الله شوفوا جاز مفشفشة 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 طبعا غزالة شوفوا البانان عارفتو فيها واحد الماضاق يا سلام خطير جدا المهم جربوا لغصة ديالي راهم اقتصاديين وساهلين وما كتضيعيش فيهم الوقت ايوا هادي هي الكيكاد المحلبة زوينة جاميلة زوينة 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 اول مهم انا استعلا هنا شوية ديال سكر غلاسي وانتظروا المفاجأة وتشوفوا تبرعوا لي يا للو برعوا لي يا وليداتكم هان تومق وبقوا معايا اللي عندكم شي يصبر صبروا بما قطعناها باش نوريكم المفاشأة ادر واحد والدي صغير المفاجأة كان كيقول للمشافأة وهالمشافأة هان تومق شكلات ديب يا سلام وهدي رهتها هي تكلت لي هادك النهار ما شاء الله البنات هادو هما القطيرحة ديالنا الروسية ونما رجي نشوفوا عود ثاني فين غادي تحط البارابول نتمنى ان هاد الوصفة ديالنا يعجبكم البنات ونخليكم في امان الله الى وصفة جديدة اقتراح جديد ويوم جديد دمتم في اتم الصحة والعافية والى اللقاء اشتركوا في القناة